إذن يوم بتقول أنه هدفك بوزارة السياحة استعادة دور لبنان كمصدر وكمصدر للفرح والترفيه وكمقصد للسياح بعد فترة ركود قطع فيها قديش لوم تعتقد الوعود الخليجية بصيف حافل بلبنان سياحيا ممكن تتحقق لا هذا ليس وعود يعني في فترة سابقة قبل أربعة شهر نحن نتحدث عن السنة والسابقين خلال هالأربعة شهر صار في إعادة إذا بدك ترميم العلاقة مع الجوار اليوم عندي معلومات بتقول أنه حالة حتى بشهر نيسان عنا مجموعة من إخواننا بالقليج رح بيزوروا لبنان وعندي معلومات كتير دائئة كمان لأنه بخيل لترتشور عملنا أكتر من زيارة أو اثنين لدول غربية في اهتمام بلبنان عنا وفد ألماني جاي بعد خمسة عشر يوم عنا وفد زيني جاي بعد أربعة سابيع في اهتمام بلبنان لأنه عنا اليوم استقرار أمني استقرار سياسي يعني أصدق أنه مجيء كمان أهلنا بالخليج كمان مرتبط بالوضع أكيد أنت معلومات تقضية مع الوفد الصيني أنا ايه وعم بتعلم صيني ايه وشوف حالك عليهم بالطولة 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 ضروري كل مرة تذكرني خلينا أنا عم تذكر الموضوع بس في شعال كتير مهم يخليني أولا لأنه بفترة من الفترات في بلدين بالجوار استفادوا من ركودنا ومن تراجعنا بموضوع اليوم نحن عم نستفيد من هيدا الوضع يعني تركيا بما كان ما اليوم في عندها مشاكل هيدا لسوق حزن وحسن حزنة وأنا شخصيا كتير مبسوط بهذا الموضوع لأنه ما بحبهم يعني هيدا شمتين في اليوم شكرا مش سر لا أمني شمتين بس كل الجوار استفاد مننا لما نحنا كنا نسمع به إذا أخذنا الأمور بالعكس إذا أخذنا الأمور بالعكس بتشجع السياحة التركية بلبنان إجمالا ما بشجع شي خصو بتركيا ما بشجع شي لا من قريب ولا من قريب هيدا مش أنا من عندي هيدا تويت إجا على حديث البلد لا من قريب لا من قريب لا من قريب لا بدك تشوفهم ولا بدك تزورهم ولا يجوا لعدا ولا بدي شجع منتجاتهم ولا بدي يتعاطوا معنا ولحصنا الحظ العالم العربي والعالم بشكل عام شايف شو هو هالنظام وشو هي الدولة وكيف تتعاطى وأنهنا مباقرة حتى لو وجودهم اليوم كأفراد مش كدولة أفراد ما عنا مشكلة كأشعب ما عنا مش تلمعه ما عنا مش تلمعه نظام معين بس عم بقول شخصيا أنا يعني ممكن مش مسمح لي كوزير بحكومة لبنانية قول هالموقف بس أنا بعمل قناعاتي أنت يعني بس مش على صعيد الأفراد إذا الأفراد بيجوا بعملوا سياحة مع أنت ما رح بمنعهم أكيد ما رح حط عليهم بس ما رح تستقبلون على المطار بس ما رح تستقبلون على المطار أهلاً أريد اسكي دانيان كي دانيان وانترفيو هيك وهيك أو هيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلت خليني احفظ ماء الوجه وزارة السياحة او وزارة الداخلية لبنان او ارمينيا ارمينيا وهذا من تدفع لك القبعة هذا بلد الام وزارة الداخلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة